طيب احنا ما بنتكلم على لعيب كرة طائرة وسألتك وقتلك هل اللعيب لازم يبقى لعيب موهوب ولا لعيب مصنوع الموهوب ازاي بيتميزه وازاي بتصنع لعب الموهوب بيبني ان هو سرعة استجابته بالنسبة يعني بتقول له صلح كذا النموذج بتاع كذا بفرجه على الفيديو هو بيلعب عشان يصلح الاخطاء اللي عنده الشخص لما بيجي حد فيه كذا حالة شفتها السنادي في النادي الاهلي اللي ناشئين النادي الموهوبين وطلعت الاخطاء وسلمتها للمدرب بتاعه دي مش شغلتي لكن انا بحاول لساعد دايما وعايز دايما كل ولادي النادي الاهلي يكونوا في احسن مكان فبالتالي اللعيب لما بيشوف نفسه ان هو في الاخطاء بتاعته يستعبوا بيكون اسرع غير الكلام اه عملي يعني اه بتشوف في لحظتها بيتصور ويتفرج على الناس وفيه لعيب تاني مهما تشرح له هو ما بيستجب ده ما ينفعش بقى لا مش انا هتبت تضايع عبتك معا طب ازاي بتحدد مركز اللعيب يعني انت عدوك ستة لعيبة في الملعب طبع ازاي بتحدد بطول اللعيب الصغير ده ممكن لو اشتغلنا معاك وويس هيلعب في الحتة دي في المكان ده بيبقى باين باقي هو مسلا بيلعب صغيرة مع زميله بيباني ان هو صغيرة قويسة بيباني يعني طبعا بالطول بجره وحش فان هو دي في مكان تاني ما بيلعبش فيه بجر زي مسلا اللي هو بيستلم كده دي ايوه ما انا عصان لعبتك بطولك جمهوري طبعا لو لعبتك كنت عطوك كلكم مفيش خلافة. الطوال هم اللي مميزين في الملعب. يعني هي فعلا هي لعب الطوال. على مستوى البنات او مستوى الرجال. يعني اساسي الطول في الكرة تل? مهم. مهم. معادة الليبرو. اللي هو بيلم من ورح. اللي هو بينزل عطول في الملعب. يعمل ديفنس ويعمل استقبال. طب لو طويلة هيحصل ايه? هيبقى بالنسبة له اسعب. عشان النزول والحاجات دي? هيبقى من جاي من فوق لغاية تحت. اللي بيبقى معين لو قصير قوي ما ينفعش برضو. انت عاوزه واصل بقى. واصل لانه لو قصير قوي هياخد كور وراء مش قدر يلعبها.